مش محتاج حد يبقى عنده خبرة في التحليل النفسي عشان يكتشف انه هذه الانسانة إليسة انسانة قوية من الداخل وغالبا واضح نعم بتحبش حتى لحظات الضعف يعني تكوينها فيه الهزئية دي انما وهي بتغني كل اللي بيحبوني على طول تفهم اكبر نقطة ضعفة عند هذه الانسان اللي حوليها واللي قلبها بيستوعبهم وهما بيستوعبوا قلبها انا بدي ديف شغلة انا لما عم بيحكي بالمرحلة الاولى يعني اول ما عرفت عندي كانسر قبل ما اعرف نوعه ايا مرحلة خفت على يعني خفت على الناس خفت على امي خفت انه يزعله اذا انا صار لي شي ما بتعود تفكري بحالك سو انا اول شغلة هيدا خفت منه انه يعني قبل ما اعرف خفت على امي وعلى عائلتي ولانه امي هالقد بخاف عمشاعره يعني بكل فترة علاجه بالعمليتين اللي عملتون ما قلت الله ولا كانت واردة الله وعيشها الشعور يعني يلي عشوه عشو خيه عشته انجلا عشته عشوه الناس اصحاب اللي كانوا معي يعني لانه هن شباب وهلسي وبيتحملوا بس هي ما كنت ولا ممكن بس دايما لما انتم برده بتخافع الحواليك اه انا ايضنو ده اللي كنت عايز اقوله بالرغم من مظهرك القوي جدا من الخارج اللي هو اكيد جزء منه حقيقي الا انه واضح ان نقطة ضعفك هي اللي انتي بتحبيهم طبعا جاتلك بقى اغنية الى كل اللي بيحبوني مين بقى اللي كان قلبه حاسس وراح بعاتلك الاغنية دي كده لوحده اه الحقيقه محمد يحيى كان قلوش شهر ونص شهرين بقى اللي بحضرلك اغنية بحضرلك اغنية بحضرلك اغنية واختفى اختفى يعني اختفى جماعتين ثلاثة اه زهر هونيك نهارك اه بالليل كانتش الساعة 12 بالليل بقى اللي حبعتلك الاغنية بس انا عايز اكلمك قبل ما تسمعيه قلتلي اغنية شهر طبعا هو ما بيعرف ما حدا بيعرف اصلا مش انه هو او اه غيره بعتلي الاغنية تلفن بده يحضرني يعني يخبرني عن الاغنية وانا بكرة حدا يقلي اعملك اغنية دي حتكسر ودي حتعمل لانا ديما الاكسبكتيشن لما بتكون عالية بتطلع النتيجة اقل سامتايمز سو قلتلو وحياتي يا محمد خليني اسمعي قالي لا لازم اكلمك كلمني قالي بصي خبرني خبرني سو اسمعت الاغنية دقيتلو على طول قلتلو شيلة عجنب دقيت للا اكزاكتف بروديوسر طبعي قلتلو جان اه خلص الغنية مع هي كلمات شادي شادي نور شادي نور شادي نور والحان محمد يحيا وتوزيع اماديو سو اخدت الغنية اول ما يعني هو سمع هالك جاهزة متلحنة مش بس كلمات اي لا لا ملحنة وتوصلت مع انجي بعدتلها الاغنية قلتلها هايدي بعد ما نزلت بسمعية وبتمحية ودقتلي بعد كم يوم بتقلي عندي فكرة جاهزة قلتلي لا لا انا عندي فكرة جاهزة بليك تخبري قصتي طبعا انجي قلتلي قصتيك يعني قصتيك مع النجومية وهيك قلتلي اكيد لا انه عاملنا قصة بتتخبر قلتلي انا عملت كنسر بس صحيت انه عم صح سودان توارير نهارة انجي بس جاعت استوعبت الموضوع وتوصلنا يعني بوقتها كنت انا بعد ما عملت تاني operation وصرنا نحكي وصار فيه voice note وقصص بيني وبينها استعملتهم بالفيديو اه انا بقى عايزة اسأل الحاجات اللي انت مسجلاها اوديو دي دي كانت مكالمة تليفون ولا مسجلاها على.. voice note voice note يعني بتبعتلي دايما بتقل مثلا كانت عم بتقلي وقتها قررت انه بدنا نعمل الاغنية قلتلي حتى ممكن استعين باصحابك الحقيقية قلتلي ايه اكيد صرنا نحكي صرت ابعتلي قصص اوقات كن منهارة عم ببكي انا صار معي شغلة بعد ما عملت العملية التانية اه بالعملية بتعرفي يعني بفتحولي ايد ايدي اتنين فاين اه وكان بنجعمومة بس انا لانه اول ما عملت اول عملية ايدي قد ما كانت اتعب بماء انا ما كنت بقدر عليها صو لما وكان الي يمكن اربعة شهر ما بقدر عليها بيعملولي شوية stretching بس يسحبولي الماء لما نعملولي العملية انا وعيت من البنش مضروب العصب انا ضليت سبعتين بالمستشفى صو بهالمرحلة يلي كان العذاب اكتر من عملية الكنسر وكنت انا عم بتواصل معا صو هول الفويس نوتات كانوا يعني باخر مرحلة من يعني دي منحة موبايل نحنا نحنا متعمدين ان نعمل القصة تكون واقعية مع ديت يعني حتى مهرجان او حفلة القرية العالمية في دبي كان الى ديت وقت عملت الصورة كان الى ديت وقت اخبرني الحكيم كان الى ديت العملية كان الى ديت حتى في مشاهد بالكلب مشاهد حقيقية يلي هي في مشهد الصورة انا بمستشفى المخباية والجهادة انا بقيت سريه الفوتج حفلة الأولمبيا وحفلة هلا بتشوفين اشتركوا في القناة